لأنه إذا لاحظت الغرب ثمان سنوات ما كان عنده مشكلة إلى أن احتل جزء من العراق وهنا بدأت الأجراش تضرب في أمريكا ليش؟ لأنه إسرائيل هنا بدأت آه إحنا بنى أخلص من قوة صدام في قوة ثانية جاية أقوى من صدام عندها معتقدات معينة ما نبيهم يكسبون الحرب يطلعون بشهادة كسب الحرب لأنه بنوقع بنفس المشكلة اللي وقعنا فيها مع صدام فتم ردع وإخراج من الفاو والبصرة والمناطق هذه وكانت ضربة قوية غيرت مجرى الأحداث في ذاك الوقت من المفارقات أن تلقى الاتحاد السوبيتي في ذاك الوقت كان يساعد الطرفين أيضا الشركات الإسرائيلية اللي تسجل بأسماء في قبرص أو في أوروبا وكذا وتودي بعض التكنولوجيا وبعض الأشياء كانت تساعد الطرفين كان فيه دعم إسرائيلي غير مباشر لإيران؟ طبعا كانت فيه أسلحة تباع لإيران وأسلحة تباع من نفس الجهة تبيع أسلحة للطرفين لأنه كان مطلوب أن يكون فيه وقود لهالنار تستمر لأنه هذا تخفيض استنزاف الطرفين إلى وصولهم أو إنهاقهم ماليا وعسكريا وكذا لأنه هذا جزء وعلى حساب منه؟ على حسابنا أحنا بالذات دول منطقة أول شيء لأنه هذا يخدم الاستقرار في إسرائيل أو الأمن الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر